أكد وزير الخارجية سامح شكري رفض مصر مجددا لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القصري للشعب الفلسطيني والاكتياح العسكري البري لمدينة رفح الفلسطينية وجاء ذلك خلال لقائه بنظيره الباكستاني محمد إصحاق دار على هامش مشاركتهما في مؤتمر قمة الإسلامي في بنغول لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين حيث أكد أهمية العمل المشترك لتجنب ازدواجية المعايير داخل المنظومة الأممية ومجلس الأمن نتيجة تبني بعض الدول لمعايير مزدوجة تجاه قضايا والأزمة الدولية وخاصة القضية الفلسطينية كما اتفق الوزيران على الحفاظ على وطيرة التواصل والتنصيق المشترك ومتابعة مقترحات وبرامج التعاون الثنائي مع استمرار التشاور حيال قضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك